أهلا بكم أعزان التنميد مجددا في موقع كيزاكو لنواكب معكم دائما دروس مادة الاجتماعيات للسنة الثانية باكالوريا في هذه الحصة سنكون مع مادة التاريخ في الدرس السادس الذي يحمل عنوان المغرب الاستغلال الاستعماري في عهد الحماية في إطار التمهيد الإشكالي اعتمد على المدخل المنهجي الأولي من خلال مطالعة وقراءة للعنوان نكتشف بأن المغرب بعد فرض الحماية عليه تعرض للاستغلال الاستعماري وطبعا سوف نتساءل كمؤريخ أو كمشتغل في التاريخ عن آلية الاستغلال مظاهرة الاستغلال ونتائج هذا الاستغلال في أفوق الناراء رد الفعل المغربي تجاهد الاستغلال في الدروس اللاحقة والمتمثلة أساسا في استمرار المقاومة من أجل الاستقلال والاستكمال الوحدة الترابية الإطار الزمني لأحدث الدرس تتضح بالشكل التالي موضوع هنا هو تعرض المغرب لاستغلال الاستعماري طيلة عهد الحماية الزمن هو فترة الحماية أي منذ توقيعها سنة 1912 إلى غاية استقلال المغرب سنة 1956 أما المكان فبطبيعة الحال هو المغرب في إطار سياق التاريخي لموضوع الدرس فكلنا يعلم بأن المغرب الثلاث القرن التاسع عشر تعرضا لمجموعة من الضغوط الاستعمارية التي كانت فيها أطماع من أجل استغلال خياراته وتراواته الأمر الذي تحقق مع فرض لحماية سنة 1912 والذي سوف يكرس المستعمر بعد قهر المقاومة القابلة المسلاحة والذي سوف يزداد سوءا بعد أزمة 1827 بحيث أن فرنسا ستحاول تعويض خسائرها وحاجياتها بعد هذه الأزمة انطلاقا من استغلال واستنزاف مستعماراتها بما فيها المغرب وهنا يدخل وفي هذا الإطار يدخل هذا الدرس فيما يخص الإشكالية في الشكل التالي عاملت فرنسا وإسبانيا بعد احتلالهم المغرب على استغلال استعمارين بأساليب متعددة كانت لها انعكاسات جمة وعديدة فما هي آليات الاستغلال الاستعماري للمغرب وما مظاهرها وما هي أهم انعكاساتي على الاقتصاد والمجتمع المغربي في السؤال الأول سيكون هو المقطع التعلمي الأول الذي سنتحدث فيه عن الآليات أو الوسائل التي اعتمدتها فرنسا وإسبانيا لإحتلال المغرب وأين يتجلى هذا الاستغلال ثم المستوى الثاني أو المقطع التعلمي الثاني سنتحدث فيه عن انعكاسات في المحور الأول انعكاسات الاقتصادية في المحور الثاني عكاسات على المجتمع المغرب وانعكاسات الاجتماعية إذن فيما يخص المقطع التعلمي الأول آليات الاستغلال الاستعماري للمغرب في عهد الحماية ومظاهره قسمناه إلى محورين في المحور الأول سنتحدث عن آليات الاستغلال الاستعماري للمغرب في عهد الحماية وفي المحور التاني سنتحدث عن مظاهر هذا الاستغلال الاستعماري فيما يخص المحور الأول آليات الاستغلال الاستعماري للمغرب في عهد الحماية أو الوسائل التي اعتمدتها فرنسا أو اعتمدها الاستعمار عموما في استغلال خيرات المغرب أثناء أو في عهد الحماية هذه الآليات تتكرف جميع دول العالم المستعمرة من طرف الدولة المستعمرة وهي على الشكل التالي أولا آليات تجهيزية بحيث أن فرنسا قامت بوضع أو بإنشاء مجموعة متجهيزات ومجموعة من البنيات التحتية من سدود وطرق وموانئ والكهرباء والماء الصالح للشرب وذلك لتسهيل استثمار الفرنسيين في المغرب لأنه حتى تجلب فرنسا الفرنسيين إلى المغرب يريد أن توفر لهم بيئة أفضل وبيئة مناسبة لتكون لديهم أطمع أكثر من أجل أن يأتي الفرنسيون إلى المغرب والاستثمار فيه واستغلاله الآليات الأخرى هي آليات اقتصادية تتمثل أساسا في الاستثمار بالمغرب إغراقه بالديون والتحكم في الاقتصاد المغربي وذلك من خلال الاستيطان الرسمي والخاص أو مصادرات الأراضي الاستيطان الرسمي أي أن الدولة الفرنسية أو المستعمر الفرنسي أخذ أراضي الدولة أراضي الدولة كأراضي مثلا القيش وكالأراضي التابعة للدولة والأوقاف والاستيطان الخاص هو أن المستعمر الفرنسي رجل عادي فرنسي أو مرأة فرنسية جاء إلى المغرب وأحاول أخذ أرض في اللح مغربي خاص إذن الخاص مع الخواص والدولة مع الدولة إذن الاستيطان الرسمي دولة لدولة والاستيطان الخاص فرد لفرد أو مواطن لمواطن وقامت كذلك فرنسا بمصادرة الممتلكات المغاربة من محترفات من عقارات من مباني إلى آخره هناك كذلك آليات إعلامية تتجلى في التعريف بالمغرب وبخيراته وبمميزاته وممتلكاته وبما يمكن أن يحقق المستعمر الفرنسي في فرنسا إن جاء إلى المغرب وعمل على الاستثمار فيه ومن ذلك قامت فرنسا بإنشاء وكالة المغرب ومصلحة التجارة والصناع بباريس من أجل التعريف بما أشرنا إليه سابقا وتحفيز الفرنسيين للمجيء إلى المغرب هناك كذلك آليات مالية حيث تحاول الفرنسيون تقديم إعفاءات امتيازات مالية مغرية ومحفزة لاستقدام المستعمرين والمستثمرين والمعمرين إذن من أجل أن يأتي الفرنسيون إلى المغرب وأن يشجعوا من المجيء المغرب كان من المفروض على فرنسا أن تعفيهم من مجموعة من التزامات المالية بل أكثر من ذلك أن تقدم لهم الدعم المالي والتقني ثم لدينا الآليات البشرية وتتمتل أساسا في عملية التهجير وتنظيم الهجرة إلى المغرب وتحفيز الفرنسيين الاستقراري به وتثبيت الوجود الاستعماري في المغرب إذن حتى يستقر الفرنسيون حتى يعشقوا الاستقلال بالمغرب حتى يحسوا بمجموعة من الامتيازات كانت هناك عملية تبيئة وعملية توفير البيئة المناسبة لقدوم المعمرين الفرنسيين ثم بطبيعة الحال حين تفشل إحدى الآليات السابقة يتم اعتماد الآليات العسكرية وذلك باستخدام القوة والعنف في نزع الممتلكات وبتوطيل الجنود وإنشاء التكنة العسكرية وقامع الاحتجاجات وتأميل الفرنسيين وتعزيز الدوريات الفرنسية وذلك من أجل تستباب الحضور الاستعماري للفرنسي عن طريق نشر القوات الفرنسية أو القوات الاستعمارية عموما في المحور الثاني سنتحدث عن مظاير الاستغلال الاستعماري للمغرب وهي مظاير مختلفة ومظاير متعددة يمكن أن نقسمها إلى ميالي كان هناك استغلال في المجال الفلاحي من خلال الاستيطان الرسمي الذي تحدثنا عنه سابقا وهو نزع الدولة الفرنسية أو الإقامة العامة الفرنسية نزعت مجموعة عامل آراضي التي كانت تابعة للدولة المغربية أو الدولة المخزنية سابقا والحقة بمتلكتها نفس الأمر قام به الفرنسيون فيما يخص استيطان الرسمي بنزع آراضي الفلاحين المغاربة كما قامت فرنسا بدعم الفلاح الأجنبي مقابل إفقار الفلاح المغربي واستعباده وفرض الضرائب عليه من أجل إجباره على تركيء أرضه وأن يهاجر بعيدا عن أرض أو أن يبيع محصوله وأرضه بأبخس الأتمان للمستعمار الفرنسي كان هناك كذلك استغلال في المجال الصناعي وذلك عبر احتكار المناجم وعملية الاستخراج والتحويل والتعدين والتصناع والتسواق وكذلك احتكار الصناعات الغذائية ومجمل المصانع والمعامل من طرف المعمرين إذن حاولت فرنسا أن تحتكر الصناعة بل أكثر من ذلك لم توطن فرنسا في المغرب بوادر الصناعة في المغرب بل جعلت المغرب بلدا الاستخراج فقط أما عملية تصناع فتتم خارج المغرب أي في فرنسا وذلك حتى لا يستفيد المغرب من مكتسبات صناعية معينة الاستغلال في المجال التجاري تجلى في التحكم في التجارة الداخلية بالسيطرة على المواد الأولية والمحلات التجارية العصرية والممتازة في المغرب ولذلك حينما تلقون أو تقومون بجولة سياحية بسيطة جدا في مراكز المدن خاصة المدن الكبيرة مثلا ما نسميه بمركز المدينة ستجدون بعض الأحياء التجارية أو المحلات التجارية ذات الطابع الفرنسي مثلا هنا في مدينة الضرب بالقرب من المدينة القديمة فهناك مجموعة من المحلات فيما مر مثلا الأمير الملعب بالله وهناك مجموعة من المحلات التي بناها الفرنسيون والتي تعكس الطابع العصري لمحلات التجارية الفرنسية مقارنة بما كان عليه المحلات المغربية التقليدية والبسيطة جدا إذن بالإضافة إلى احتكار التجارة الداخلية كان هناك احتكار للتجارة الخارجية وذلك بالسيطرة على الصادرات والوالدات والتحكم فيها بما يخدم مصالح المستعمر فكانت معظم الصادرات من المغرب نحو الدول المستعمرة عبارة عن مواد أولية وخام وضرورية وكانت معظم الوالدات عبارة عن مواد مصنعة وعصرية بتيتم إغراق السوق المغربي بالمنتجات الأجنبية وهذا سنرى في الانعكاسات المقطع التعلومي الثاني الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية استغلال المغرب استعماريا فقسمنا هذا المقطع إلى محورين في المحور الأول سنتطرق إلى الانعكاسات الاقتصادية وفي المحور الثاني سنتحدث عن الانعكاسات الاجتماعية فيما يخص المحور الخاص بالانعكاسات الاقتصادية فهي كالتالي انعكاسات سلبي على الفلاح والفلاح المغربي فبين انعكاسات سلبي على الفلاح نجد مصادرة أجوض الأراضي الفلاحية اخذها الفرنسيون ولم يتركوا المغربة إلا بعض أراضي الفلاحية الفقيرة أو المملؤ بالحجارة أو الصعبة تضارسيا وبتيت تقلص عدد أراضي الفلاحي المغربة ونسبة أراضي الفلاحي المغربة تقلصت بشكل كبير جدا كما تم تحويل الفلاح المغربية من فلاح موجهة الاستيلك الداخلي إلى فلاح موجهة التصدير والتحويل كانت بطريقة بشعة كانت بطريقة سريعة جدا كانت عيبان عن طفرة مشوهة بتاليفة تخلق نعكاسة سلبية على الفلاحة المغربية أنها لم تتطور بشكل تدريجي ولم تتحول بشكل تدريجي من الفلاحة المعيشية إلى فلاحة تسويقية تصديرية هذا أدى إلى ندرة المواد الغذائي بالسوق المحلية بحيث أن معظم المنتوج المغربية تم تصديره معظمه تم احتكاره من طرف المستعمرين وبتي تم إفراغ السوق المغربية من المواد الغذائية الشيء الذي يعني أن المواد الغذائية ستكون نادرة وقليلة وبالتالي غلاء أسعارها في السوق المغربية من الآتار كذلك السلبية كانت على الفلاح المغربي حيث تم تفغيره وتم نزع أرضه وأثقل بالضرائب واستعبدوا الفرنسيون في ظروف صعبة وبشعة وبأجور هزيلة جدا وأجبر على بيع منتوجه بثمن بخص كما اضطر الهجرة نحو المدينة وهناك تحول إلى عامل بروريطاري لدى مستعمر آخر يستثمر في المجال الصناعي بمعنى أن المغربي أو الفلاح المغربي والمغربي عموما بقي في دوامة المواطنين بالدرجة الثانية المستعبد أو المستخدم من طرف المستعمر لانعكاسات الثانية هي انعكاسة على المستوى الحرف أو الصناعة وقلت حرف لأنه لم تتوطن أنا إذن صناعة حقيقية بالمغرب ولذلك فكنت هناك انعكاسة سلبع الحرف والعمال المغاربة على المستوى الحرف ارتفعتها من المواد الأولية نظرا أنه قد تم احتكارها من طرف المعمر بل أكثر من ذلك قد تم استخلاجها وتصديرها بشكل كل نحو بلدانهم كالذهاب والفضة والنحاس وغير ذلك من المعادن التي نحتاج إلىها في مجموعة من الحرف بل حتى أن بعض المنتجات الحيوانية كالجلود مثلا تم تصديرها كذلك ولم يجد المغاربة من المواد الأولية ما يمكنهم من تصنيعه من الصناعة ومن جهة أخرى تم إغرق السوق المحلي بالسوق الأجنبي المصنعة وبالتالي أصبح هنا كميلة المغاربة نحو استهلاك المنتجات الأجنبية على المنتجات الصناعة أو الحرف المغربية وبالتالي أعلنت هذه الحرف وهذه الصناعة المغربية إفلاسها وأغلقت محلاتها الأكثر من ذلك كانت هناك أثار سربيع العمال كطول ساعات العمل والظروف الصعبة التي كان يشتغل فيها العمال المغاربة وكذلك كانوا يشتغلون بأجور هزيلة مقارنة بأجور الأجانب وهنا نتحدث عن التمييز والإقصاء وسؤل المعاملة مثلا في المناجم كان المستعمر معظم المعمرين يشتغلون فوق سطح الأرض أما المغاربة يشتغلون في أعماق المناجم وتحت الأرض معرضين لمجموعة من الأمراض ومجموعة من الكوارث المحتملة وهذا يدخل في إطار التمييز وفي إطار الاستعباد الذي مارسه المعمر على المغاربة على المستوى المحور الثاني والانعكاسات الجتماعية يمكن أن نشير إلى ما يلي ظهور طبقتين المتبينتين هما البرجوازية الغنية والعمالية الفقيرة فلأول مرة يمكن أن نتحدث عن طبقتين في المغرب برجوازية غنية وعمالية فقيرة كما ظهرت أحياء الصافح بالمدن مقارنة بالأحياء الراقية للمعمرين انتشرت الأمراض في صفوف المغاربة والبطالة والفقر نظراً لضعف الهتمام على المستوى الصحي في المستوى الصحي بالمغاربة مقارنة بالفرنسيين والإسبان ارتفعت الهجر القاروية نظراً لأن الضغوط لا يستعرض على الفلاح المغربي وأسرته فهاجروا إلى المغرب وارتفعت نسبة الهجر القاروي في هذه الفترة من المغرب بل أكثر من ذلك دارت الاختلالات المجال التي تعيشوا المغرب إلى يومنا هدماً بين القرية أو ما بين الريف والمدينة إضافة إلى ذلك المستوى التعليمي تم تعمل التعليم الإسلامي والآصيل في مقابل الاهتمام بالتعليم العصري ولغات المستعمر كما فرضت قيود كثيرة جداً على التعليم الحر المغربي الذي حاول أن يجدد في طرق التدريس وفي مؤسسات التدريس ولكن بلابوس مغربي رغم ذلك ضيق عليه من المستعمر هذه الترخيص من أجل إنشاء هذه المؤسسات التعليمية ومن ذلك نستشف بأن آلية الاستغلال والمظاهر الاستغلال والانعكاسات كانت متعددة وكانت لها مضرة كبيرة جداً على المجتمع المغربي والاقتصاد الوطني كخلاصة واستنتاج يمكن أن نستخلص إلى أن المغاربة سيرفضون الاستغلال الاستعماري الذي مارسه عليهم الفرنسيين إسبان فقاعدوا مقاومة شيئة ضد الاستعمار انتهت بتحقيق الاستقلال في إطار معرف بالكفاح من أجل الاستقلال واستكمال الوحدة الترابية والعبرة هنا أنه لا دوام الاستعمار في ظل مقاومة شعبية ومقاومة وطنية أتمنى أعزائي التلاميذ أن يروقكم هذا الدرس وأن يفيدكم في مسيرة الاستعداد والتفوق في الامتحان الوطني وإلى درس آخر أتمنى لكم مذاكرة ومراجعة جيدة وموفقة إن شاء الله